رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم مائدة افطار بوصفات صحية وسهلة التحذير اتمنى ان شاء الله تنال اعجاب ديالكم وتفضلوا معي باش تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة قد نوجد واحد القغطة هنا اخذت حبة بصل وتقريبا اه ميتين جرام ديال جلبانة قد نشحرهم بالقليل من زيت الزيتون بما انا جلبانة كتكون في الكونجلاتور فكتجي سهلة باش تطيب الى اولا ما كانتش هتكون في الكونجلاتور طروري ما تتبخروها واحد شوية او تسلقوها شوية هنا ضفت شوية ديال الملح قصب الريافس وكذلك الفلفل حارة اللي ممكن تعودها بالفلفل الاسود هنا اه غدر نسم هادا هاد القغطة هادا بشوية ديال السيبولات وآه الترخون اللي هو السيبولات هي الثوم القصبي الى ما توفرتوش على هاد الاعشاب هادي ممكن تعودوها بالقصبر والمعدنوس ماشي مشكيه هنا غدا نعصر القليل من الحامض وغدا نضيف هنا يا ديال الحبات ديال البيض آآ ممكن هادا لقاقتان زيدو ليه القليل من الحليب باش كتخفو شوية الخليط او الكريمة او اه يا وختي يكون مسوس سافي هنا غدا اه او ممكن زيدو حتى حليب اللوز بالنسبة الناس اللي ما كيتناولوش اللاكتوز ممكن استعملو حليب اللوز او حليب اه الماعز اه هنا اه عندي القوق اللي سلقتو بشوية ديال الملح هنا غدا نسقيه بشوية ديال زيت السيتون كيف شفتو وغدا نصب الخليط من الفوق وغدا نخلي دبا هاد لغطان على جنب حتى غدا يقرب الفطان ان شاء الله وغدا نطيبه يعني اه هنخلي تقريبا شي ساعة هولا هنغطيه ونخليه بالنسبة هنا زينته بالطماطم صغيرة غير لتزين فقط فاع هاد القاطة مكي ياخدش بزف ديل الوقت كان طيبوه على درجة الحرارة ميتين وعشرين ندوز بش هذا نعجن واحد واحد المسمنة طبيرة مع مرأة بالتمر هنا خديت شوية ديل يعني الفارينة كنكتروها على على يعني سميدة رقيقة وتقريبا كاس ديل اللبن والقليل يعني واحد الرسل مع القاطة ديل بيكاربونات دوسوديو اللي ممكن تعودوه بالخميرة لك انتو كنت تستعملوا بالخميرة سافي هاد شهيوه هدي غدا نوجدها الوليدات ديالي يعني كي بخيوش حاجة حلوة سافي وغدا نعجنها مزيان ونخليها ترتاح هنا غندوزو باش نحضروا شربة اللي هي الاساسية في الفطور هنا غدا تقريبا حبتين ديال البصل وشوية زيت زيتون ضروري باش كي تحر لنا هاد الخضر هدي غدا نضيف هنا تقريبا 300 جرام ديال الجلب هنا وخمسة ديال حبت ديال الجزر مقطعين مع مع الكرافز على النار هادئة غدا نخلي هاد شي كله يتحر مع الطين تقيل غير كي يسخن صافرة تقريبا يعني كي طب لنا نصف طيبة دك الجزر كيف كتشوفوها وما تقريبا يعني مع الجزر مقطع قطع صغيرة تقريبا يعني بدكي طيب يدخلو الطياب هنا كنستعمل شوية دي الفلفل حرة يعني ممكن تعودوها بالفلفل اسود الى بغيتو والقليل من صلصة الطماطم الملح الملح كنا نضيفه يعني كيميا معقولة باش كي يجينا هاد هاد شربة هادي كي جينا يعني لديدة نغنستعمل الماء آآ ساخن لان القدر سخون والآآ باش ما تترتقش لنا الطين هاد شربة هادي كي تجي لديدة بزف و سهلة التحضير ممكن نزيدو لها شوية دي العدس او الحمص ممكن نزيدو احتلو بيا كذلك غيات كنو سلقتوها يعني او بخرتوها قبل هنا غنستعمل الكأس فقط يعني كوب فقط ديال آآ البلبولة ديال الشعير صافي كافية هاد الكأس هاد وغدر نرجعي طيب هاد شي على النار هادئة يعني ما كتاخدش بزف ديال الوقت كتعارفو بان الطينعي كتطلع لدرجة ديال الحرارة صافي كي طيب بسرعة صافي هنا كل شي طاب تقريبا غنزيد هنا السمن مع معلقة ديال السمن اللي كنت حضرت معاكم من قبل وهنا هاد غا جيكم غريبة واحد الفص ديال التوم كيرفع عليها الماضاق وهو اللي كي يعني السر ديال هاد شربة هادي كجي لديدة بزف و هنا غدا نستعمل الكوركم يعني هاد شربة هادي يعني من السماغي بالكوركم والسمن والفلفل الحرارة والملح انا استعملت غير القصبر وحده قطة استعمل تقريبا قطة كاملة ديال القصبر استعملت يعني معظم هاده با واحد اغن بغن نقدمها وغدا نزيد واحد شوية اغن بغدا نزيد نشحرها واحد شوية صافي وغدا نطفع لها صافي هنا اه مسمى يعني رتح لنا وغدا نسرحه دابا قسمتها الى زوج ديكلا جينا الاولى غدا نسرحها كيف ما كتشوفوا معايا وغدا استعملت يعني زيت الزيتون والزبدة اه مذابة هنزولوا لها الحليب يعني كيف العادة وخلطهم مع بعض ودبا العجينة غدا نسرحها مزيان اجنتها غي في العجانة يعني ضغي ضغية وجدات ليا خليتها ترتاح يعني هاد الفطور هادا سهل جدا يعني مختش لي بزاف ديال الوقت اه في كنبقا غي كنجبد فيها يعني ما غدش قرر استغري في الاول من بعد كنبقا نتيري فيها يعني كنجبدها حتى كتجبد ليون زيان الحمد الله اللي كتكون عجينة يعني مدلو كان زيان كتجي سهل في تحضير غي يلمس مني كان كنو عجينينو بالدقيق الكامل اللي كيجي شوي صعيب ما نقدروش نجبدو هكدا صافي كيف كتشوفوا معي يعني احتسر رحتها مزيان حتى رققت يعني احتولت شفافة عاد غندهنها ان شاء الله بالقليل من آآ الزبدة وغدا نرشها آآ سميدة يعني سميدة دي الحرشة لا بقوا لكم ذوك جنيبات يعني آآ غلادين ممكن تقطعوهم دولوهم تقطعوهم باش تسهل عليكم المسألة صافي وغدا مدلتني فيها كيف ما كتشوفوا معي يعني مع رقيقة كتبقت آآ كتجي شوية آآ صعيبة ولكن معلش لان انا رقيقناها بسه 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 صافي كنقنتني فيها حتى غدا نكملها باش جيني مورقة هاد المسمنة وكنقنت هان بشوية دي الزبدة وزيت الزيتون وكننا رش بالقليل من سميدة ما تكتروش بزاف سميدة باش ما كيجي كومش المسمن ناشف هاد المسمنة هادي غدا نطيبها في الفر يعني غيم سمنة صغيرة تقريبا غدا آآ يعني آآ تقريبا ترى ما شاء الله الوليدة كلاو منها شوية في الفطر او كلاو منها شوية في الصحور صافي كنتنيها هكدا هالطريقة هادي كتجي سهلة يعني كل مروكي باش كنتطويها انا نسمن صافي كنتطوي هكدا على هاد الشكل باش كيجيني مورق مزيان وكنقضائي من دهن بالزبدة وزيت الزيتون كنخليها ترتاح واحد شوية باش كنتسهلوا علينا انا غنعود آآ نفس العملية مع آآ الخبزة الاخرى يعني مع المسمنة يعني نفس الطريقة غن باش غنحصل على زوج غدا نوضع وحدة تحت من بعد ما خليتها تحت واحد شوية غنسرحها انا اختاريت ما بغيتاش تكون غليدة بزاف يعني متوسطة ما تكون لا غليدة لا رقيقة ما خصاش تكون عود تاني رقيقة بزاف مش منجيكم مش قاصحة يعني متوسطة هذك الزبدة اللي كنضيفه داخل والبن اللي عجلنا بيه بالنسبة للبن اللي ما توفرتوش عليه ماشي مشكين عجلو اما بالحليب اما كتزيدو غي كاس ديال يوخت او كتزيدو الزبدة في العجينة غي باش تجيكم دك دك المسمن باش يجير طب من الداخل ودي واحد القرمشة من الجناب نا عندي التمر تقريبا هناس تعملش هي عشرين حبة ديال التمر زيت لها شوية ديال القرنفل يعني غير اصل معلقات ديال القرنفل وشوية ديال المزهر هاد الحوش وهديكة جلدية ده بالنسبة للناس اللي كيعجبهم التمر صافي غدا نعمر بها هاد مسمنا هادي ومن بعد غدا نزيد النرش من الفوق با اما تستعملوا اما كوكاو اما اللوز يعني اللي توفر لكم يعني انا كان عندي اه كوكاو مقشر اه ما صافي لقيتو قدامي هو كنت اه حمرت واحد الكيلو اه اختيت منو واحد شوية طحنتو اه استعملتو اه ولكن را كتجي مهم انا على حسب الضوقة ديالكم انا كتجيني كتجي الاد باللوز ويكين مهم على حسب الضوقة ديالكم ولا حسب المتوفر عندكم كيف قيت لكم انا لقيت غي اه كوكاو موجود يعني استعملتو هو باش اه انسرع صافي هنا اغدا غي غي باش كن نسدها في جناب بها الطريقة هادي اوف نفس الوقت يعني كن زيينها واحد زيين يعني خفيف صافي اغدا نزيينها بها الطريقة هادي يعني هاد شي كله كيبقى على حسب الضوقة يعني غيمسي منها صغيرة ما زينها كيف ما كيف ما بغيتو انا بل ينزيينها هكده هاد النهار وانتم على حسب الضوقة ديالكم صافي انا غندهنها بالقليل من اه شوية ديال صفر ديال اللي خلطتو مع القليل من اكل الحليب اللي كيبقى على الضوقة هو اللي اخديتو استعملتو باش دهنت هاد وضروري واحد القطيرة ديال الحاماض باش ما كتجيش باينة ابدا يعني ريح ريحة ديال اللي غيت افوق ندخل هاد طيب في الفرن بالنسبة للسلاطة اه هنا عندي اه لافوكا اللي عصرت عليها شوية ديال الحامض خفتالت تكحلي يعني بموجة المقادر كاملة وفي نفس الوقت يعني ضروري الحامض يعني ممكن نضيفه حتى الاخر لحظة هنا شوية ديال فلفلة حارة وشوية ديال ملح وآآ طريف ديال البصل اه الاحمر اللي قطعته قطع صغيرة باش ما يبينش وهنا غدا نقطع الترخون وآآ سيبولات ممكن تستعملوا غير سيبولات بوحدها او تستعملوا غير القصبر ولا المعدنوس يعني على حسب دوق ديالكم على حسب المتوفر يعني حتى اه بعد المرات اللي كان عندي غير المعدنوس كانستعملو ولكن عندي غير القصبر كانستعملو انا هاد الاعشاب هادي كانشريها رضغية كتخسر ليا ضغية كنبغي نستعملها يعني غير كتكون وآآ بالنسبة للترخون او الاستخاقون را كيكون في بحل المدق ديال لانيس واحد المدق زوين بزاف كيجي في السلاطات وكيجي حتى في الطبخ يعني لا توفرتوا عليه زيان تنوعوا شوية وسيبولات را كيكون فيها بحل المدق ديال يعني البصلة آآ الخضارية يعني حتى ايام ممكن استغنوا عليها هنا بالنسبة للسلاطة آآ خديت غيء آآ سالة دي هاكا كبير وحطيت فيه سلاطة الخضراء آآ آآ يعني الخصل تحت ومن بعد آآ عادة هاد سلاطة هادي كان خلط كل شي ولكن عندي الوليدات كل واحدة شنو كيبغيك اللي ما كيبغيش هدا كله شوغوج آآ داك شي بيش حطيت كل حاجة بوحدة بيش بتاشي حد ما يقول لي يلا انا ما كان بغيش آآ نتيد رتي فيها هادي انا عاد شي اللي كيلقاو كيلقاو يعني السبب بيش ما كيياكلوش سلاطة لك عرفتولو اللي ديس ما كيعجبهمش السلاطة فبهالطريقة هادي كياخد يعني داك شي اللي يعجبو كنحط كل حاجة بوحدة هنا عندي طماطم صغيرا بالالوان قطعتها وعندي الخيار واستعملت آآ هادك لشوغوج يعني الكرمب آآ او ملفوف الاحمر اللي كنخلطو دائما مع شوية دي الزبيب يعني كيجيني كيتواتا مع الزبيب تافي وغدا نوضع ديك آآ السلطة اللي هي لغدا آآ ترافق لنا هاد آآ السلطة هادي وبنسبة هاد السلطة دائما كنزيد لها آآ حبوب الشياء ونسيت ما ضفتها جبا حطيت اغير من الفوق هاكده يعني دائما كنحاول نزيد هادي ديك آآ حبوب الشياء في السلطة لان فيها البروتينات وكيجي احتفل يعني كيجي ديك القرماشة دي الهزوينة فيها هو يعني كل شيء وجد يعني آآ شربة اللي جت لدي ده بزاف وسهلة التحضير وبالنسبة لغدا حتى هو سهل التحضير وبالنسبة يعني المسمنة فالطريقة ديال الطهي ديالها بحالة بحال جميع المسمن يعني كن نرفعو درجة الحرارة في الاول غي كتتحمر كنزيدو نقصو باش كتتحمر لي باش كتطيب لي نحته من الداخل كيف كتشوفو يعني بيناعي من طريقة التحضير كتجي مورقة ولديدة اتمنى ان شاء الله نكون اليوم عاطتكم افكار لتحضير مائدة الفطور وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وإلى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله